مسلمات ومبادئ للتعامل مع المناسبات ونفس وما سواها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هناك مسلمات وهناك مبادئ يتعامل بها ومن خلالها المسلم مع هذه المناسبات التي تمر علينا مع تلك النفحات والمناسبات الجميلة التي هي من عطاءات الله سبحانه وتعالى رمضان مثلا أو العيدين أو يوم الجمعة وغيرها من المناسبات المتكررة في حياتنا أول مسلمة وأول مبدأ أن المسلم بطبعه وعلاقته بدينه منظم ومنهجي ومرتب المسلم بطبيعة انتماء لهذا الدين صاحب منهج ومرتب ومنظم ومنهجي وليس فوضويا في هذه الحياة وليست الفوضى من شيء من المسلمين وبالتالي منهجية وعقلية ومنطق هذه من ثمات المسلمين كل في كل مناسبة إلا يبحثون عن أحكامها ويبحثون عن فضائلها ويبحثون عن المطلوب منها ويبحثون عن أيسر الطرق لتطبيقها وتنفيذها ويستفتون الناس ففي كل رمضان سنسمع مئات الفتاوى ويوم الجمعة يبدأ التذكير بفضائل الجمعة وسنن الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والغسل وارتداء أحلى الملابس وفي يوم عرفة يذكرون الناس ويدكرون بعضهم البعض بفضل صيام عرفة وغير ذلك فالمسلم منهجي منظم مرتب وذاك لا تعيبون على الناس فالبعض أحيانا أسمعهم بنوع من الشدة والقصاوى هذا رمضان قد أتى فلا تسألون عن كدو 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 يا خدعي الناس تسأل فالناس عندما تسأل فلأنها مسلمة والمسلم منهجي منظم مرتب منطقي فإن منطق الإسلام جميل منطق الإسلام فيه دكاء خارق تخيلوا أنا في الصلاة ونسيت أن هي الركعة الثالثة أو الرابعة عند منهجية ابني على الأقل وإذا كنت في وضوء وأمام ماء أستعمله ونسيت أن هي مرتين أو ثلاث ابني على الأكتر حفاظا على الماء أي منهجية عندما تدخل إلى المسجد أدخل بالرجل اليمنى واخرج باليسرى وعندما تخرج من بيتك قل دعاء وعند دخول المسجد دعاء آخر أي دين هذا أي عقلية ومنهجية قولوا لبالله عليكم أين يوجد في هذه الحياة أو في هذا العالم منهجية مرتبة مثل هذه المنهجية هذه المسلمة الأولى وهذه المسلمة تعني مع كل مناسبة نبحث عن منهجية التعامل معها هذه المنهجية تقوم على الحكمة والاتباع والنية وغير ذلك رمضان مثلا يقول ابن الجوزي رحمه الله مثل الشهور الاثنى عشر كمثل أولاد يعقوب وكما أن يوسف أحب أولاد يعقوب إليه كذلك رمضان أحب الشهور عند الله عز وجل وكما غفر لهم بدعوة واحد منهم وهو يوسف كذلك يغفر الله عز وجل يغفر دنوب أحد عشر شهرا ببركة رمضان هذه قولة بن الجوزي بمعنى رمضان إذا أدرك الإنسان وصامه أحسن الصيام وآمن وقام احتسابا لله عز وجل يغفر ما تقدم من دنبه وما تأخر يغفر على الأقل ما تقدم إلى غير ذلك ويوم العيد عندما يفطر أو يصلي كمثل ولدته أمه أمه إلى غير ذلك وكذلك عن صيام يوم عرفة والجمعة والدعاء بين العصر والمغرب وغير ذلك إنها المسلمات الرائعة التي يتعامل بها المسلم مع هذه النفحات وهذه الأيام وهذه المناسبات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل عبد صيط في السماء كل عبد له صيط في السماء وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبرز هذا الصيط عند أصحابه فهذا صيطه الحياء وهذا صيطه الأمانة وهذا صيطه القوة فما هو صيطك ما هي السمعة التي تريدها أن تكون لديك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى في السماء لكل عبد صيط في السماء فما هي سمعتك ما هو الصيط الذي تريد أن تخلده أو تبنيه عند الله عز وجل هل هو في قراءة القرآن هل هو في كترة السجود هل هو في كترة الصدقات هل هو في إصلاح ذات البين هل هو في الحياة هل هو في كترة الذكر هل هو في كترة مساعدة الناس هل هو في طلب العلم وأن تكتب عند الله عالما حبرا لهذه الأمة مثلا كابن العباس إذن ماذا تريد أن يقال عنك في السماء إنها مسلمة عظيمة عند الإنسان إنها رحلة النفس وتسوية النفس ونفس وما سواها ابحث عن سمعة لك تريد أن تخلدها وتبنيها في السماء ابحث عن فضائر الأعمال وابحث في قرارات نفسك وخبايا هذه النفس أين تجد راحتك وعطاءك وهمتك فإن الله عز وجل خلقنا مختلفين فهذا يجدوها في العلم وهذا يجدوها في الذكر وهذا يجدوها في النفق والإنفاق في سبيل الله وهذا يجدوها في مساعدة الناس وهذا يجدوها في إصلاح ذات البين كل إلا وله صيط عليه أن يجده ليبنيه ويخلده في السماء أسأل الله أن يبارك لنا كل لحظة من لحظات حياتنا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا نفسا مطمئنة ويرزق أوطاننا استقرارها وأن يحفظنا ويحفظ أوطاننا إذا دعونا الله أن يحفظ لأوطاننا استقرارها وأن يلهمنا ويلهم نفوسنا تقواها حتى نسوي هذه النفس ونطهرها فنغتنمتا رؤية نضع لنا رؤية ونحن نريد أن نبني سمعة لنا في السماء وسيطا لنا في السماء رمضان رحلة لطيفة فهذا حرف الراء والميم رجاء نرجو مغفرة الميم مغفرة نرجوها والضاد ضاعف همتك وضاعف عطائك وضاعف حماسك والألف إصلاح للقلب والنية والنون نور للعقل والقلب إنها رحلة بهذه الحروف رحلة لطيفة بين رفع المعنويات ومضاعفة الحماس ومضاعفة الهمة والنشاط وإصلاح للقلب وإصلاح للنية